اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكن كلامي ما كان يعني ان انا غير راضي على العاملين لا العملية كانت تحتاج فقط ادارة وتحتاج ادارة مال اكثر تم تركيز وتوجيه النزانية المخصصة لتلفزيون البحرين لتطوير هذا الجهاز اليوم من الصعب جدا ان انت تتحدث عن استراتيجية مدتها ثلاثة واربع سنوات خاصة في مجال الاعلام هناك سرعة هناك دراسة علمية تقول بان يجب تغيير مناهج الاعلام كل ست شهور العالم ما ينتظرك احنا كنا حريصين على ان احنا اليوم نطور جميع اجهزاتنا وانتقلنا تلفزيون ومحرين كلها تحول HD وجاهزين الى المرحلة المتقدمة مستقبلا ان شاء الله ما راح اعيد ما شفتوا في البرزنتيشن كلكم شفتوا او استمعتوا شاهدتوا ما قمنا به خلال فترة القصيرة هذه وانا على استعجار تام للاجابة على اي تسال النقطة الاخيرة بس اللي ابي اذكرها وكون حريص عليها بان الان شاهدتوا تغيير في الشكل هناك من يتسال هل هناك تغيير في المحتوى ما في شك بان اليوم الكل يتمنى ان يشوف تلفزيون البحرين يناقش قضاياه تلفزيون البحرين يجب ان يقوم بدورها الرقابي احنا فعلا جهاز رسمي جهاز حكومي لكن في نفس الوقت احنا تلفزيون البحرين البحرين كلها والبحرين يبغي يشوف نفسه يبغي يشوف قضاياه يبغي يشوف انجازاته يبغي يشوف عياله فالتلفزيون راح يكون للجميع الخط الأحمر الموجود بحق تلفزيون البحرين هو الوحدة الوطنية التي لن تمس علاقاتنا باخواننا وشقاننا في دول الخليج العربي لا يمكن ان تمس من خلال اي جهاز رسمي غير ذلك احنا على تم الاستعجاد ودائما نستذكر مقولة سمو رئيس الوزراء حفظ الله انتقدوا ولا تسئلوا الوطن فانا كرر ترحيبي فيكم على استعداد للإجابة على اي تساعد تفضل بجبران الحقيقة اذا الآن ننظر عالميا للمحطات نجد بان المحطات تخلق الأبطال الأبطال التليفزيونية نحن في أمس الحاجة كيف نخلق أبطال الأبطال لا يولدون نحن لا نعيش في عصر العمالقة العالمية يجب نصنع الأبطال واتمنى بانكم انتم تتبنون كيفية اختلاق الوجوه المقبولة محليا ومقدرة خليجية وشكرا شكر لك الله يسلمك أنا سبغ بين فترة واخرى اجتمع مع مقدمين البرامج لوحدهم بدون مدراءهم بدون فريق الاعداد وأكرر لهم هذه النقطة بأن احنا نقدم لكم كل الدعم والمساندة على اساس نخلق منكم وجوه لها قبول محليا وخارجيا الدفاع عن البحرين كل من يتمنى كل من يتمنى ان ينال هذا الشرف لذلك احنا نقوم بهذا الدور ان شاء الله وان شاء الله نصنع نجوم بإذن الله تفضل السؤال الأول يتعلق بهوية تلفزيون البحرين هل تلفزيون البحرين بيكون موغلف المحلية نسمة الرد خلال الفترة الماضية وإذا كان هاي صحيح هل معناته راح يتجاهل الأخبار والفعاليات الدولية مثلا أما السؤال الآخر فهو كم بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير مشاريع الوزارة خلال الفترة الماضية أولا بالنسبة للهوية شوف أخي العزيز اليوم اللي يبغي يشوف أخبار عالمية بيروح يشوفها في القنوات المتخصصة الأخبارية اللي بيشوف يبغي تابع أخبار عالمية رياضية راح يشوفها في القنوات صاحبة الحقوق الاقتصاد كذلك لذلك عملية الدخول في منافسة مع هذه القنوات أمر غير مجدي الأمر الأهم بأن البحرين يبغي يشوف نفسه والبواب الوحيدة والنافذة الوحيدة اللي بيشوف فيها نفسه هو تلفزيون البحرين نعم تلفزيون البحرين بيكون موجهة للبحرينيين وفي نفس الوقت وأنا عكتها الكلام وحتى من خلال برامجنا بيكون موجهة لأشقانه دول الخليج العربي أخبار المحلية ما في شك راح تكون بحرينية مئة بالمئة الخليجية نفس الشيء موجودة لكن النسبة الأكبر راح تكون بحرينية مئة بالمئة تفضل عفوا بالنسبة حق الميزانية احنا يعني اتمنى ان شاء الله أعطيكم بريك داون كامل لما تم صرفه احنا حسب ما أكدت هنا في البرزنتيشن ما طلعنا عن ميزانياتنا الميزانية المخصصة لوزارة الإعلام طوال هالسنوات اعتمدناها واشتغلنا في عادة توجيه هذه الميزانية لتطوير التلفزيون طبعا محمد بداية اهنيكم على اللي شفنا اليوم طبعا اهنيك شخصيا على اشارة سمو رئيس الوزراء شفنا سمو رئيس الوزراء كيف يعني فرحان باللي قاعد يشوفه طبعا الكل اللي عارف خليفة بن سلمان هو الداعم الأول للإعلام في البحرين لإعلام الوطني طبعا انتو تكلمت عن قضية اليوم احنا بالفعل شفنا تغيير في الشكل ما اغفلت قضية المضمون انا اعتقد ان اليوم التحدي الاكبر يمكن يقع على عاتق وزارة الإعلام ومتمثل في تلفزيون البحرين ان شلون انا ارجع المواطن البحريني انه يكون ملتصق اكثر بشاشته بالتالي احنا يمكن نرجح لقضية المضمون اليوم هل احنا تلفزيون البحرين بنشوف بالفعل قاعد يتكلم بنفس لغة المواطن اللي قاعد يتكلمها في الشارع من ناحية طرح هموم قضايا كل هذه الامور يعني العتب اللي كان يؤخذ قبل على الشاشة خطوط الحمرة اللي هي افترض انها ما تكون خطوط حمرة انت بيان شل الخطوط الحمرة ما في شيخة احمر يتعلق لما انا انقل نبذل المواطن لان هذه انا دوري كاعلم شاكر لك اخوي فيصل انا اكد بان موضوع المضمون والمحتوى هو الاختبار الاكبر لنا تغيير الشاشة ان شاء الله قدرنا نغير حاولنا نجاري بعض القنوات المتقدمة في موضوع الاضاءة والصوت والكاميرا والابهار موضوع المحتوى الان احنا راح نقيم نفسنا من خلال محتوى التلفزيون انا ودي اعكد نقطة مهمة جدا ان هناك من يعتقد بان موضوع المحتوى يجب ان يكون فيه كثير مما يتداول بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا احنا نقول التلفزيون يجب ان يعكس صورة المواطن البحريني الواعي المثقف المتسامح المسالم وليست الصورة اللي احيانا احنا نشوفها في عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا ابدا احنا لسنا باصحاب صوت مرتفع احنا المواطنين يضرب فينا المثل في دول الخليج العربي يجب ان احنا شعب مثقف واعي صاحب صوت منطقي مقنع اكثر منه صوت مرتفع فهذه اللي انا تمناه في التلفزيون في البداية محمد نحنا نحن 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 نتخي فيصل نبي الرجع جمهور البحرين او مشاهد البحرين للشاشة يعني اقلب الناس حين تقول لي يقول لك الله انا ما شوف تلفزيون البحرين هذي واقع يعني حتى احنا ساعات نشوف الاخبار ولا شيء يعني اخر شيء انا شفت تلفزيون البحرين ببرة المحرق والرفاعي نعم انا ما شوفت طيب الله يسلمك كيف الجهود اللي انت يعني في بالك ان ترجع المشاهد لتلفزيون البحرين الشغلة الثانية هل تلفزيون البحرين هو علاقات عامة للأجهزة الحكومية عبدا يعني هل ما بأشوف مشكلتي ما بأشوف غضاياي وهمومي في الشاشة هذي اللي انا بس حبيتها سعي شكر لك خويس شوف الله يسلمك موضوع ان التلفزيون اليوم راح يلبي طلبات او اذواق المشاهدين هذه امر مستحيل دائما انا كررها الرغم ودائما اقول لغة الارقام اكثر فصاحة وجود 1200 قناة تتحدد العربية راح يحطك في واضع جدا صعب ان انت تجذب المشاهد اي رغم واحد طبيعة وجود تلفزيون اليوم على الموبايل صعبت من استقطابك انت كتلفزيون رسمي للمشاهدين اليوم احنا ما قمنا نتحمل اذا وصلنا شيء على السوشيال ميديا عزيز من ديكتين واذا وصلنا شيء برودكاست طويل ما قمنا نقراه الحياة صارت بهذه السرعة هذه ليست مبرر بان انا ما قدر استقطب جمهور لا انا قلت بان هدفي هو الجمهور البحريني والجمهور البحريني لا يمكن انا استقطبه الا من خلال طرح قضايا هذه الحل الوحيد الخليجي هو في النهاية عمقي الاستراتيجي انا ذكرت بان احنا مستهدفين في عروباتنا مستهدفين في اسلامنا مستهدفين في خليجنا العربي ولذلك الخليج العربي دائما اولوية وموجود لكن قضياتنا احنا قضايا محلية تحتاج نقاش خلنا نقشه ونعطي لكل فرصته ان اي يطرح وجهة نظره بل بالعكس انا سبق وذكرت الموضوع مع اكثر المؤسسات الحكومية بان هذه فرصة لكم تسوقون انجازاتكم من خلال الرد على اي موضوع اليوم اذا ما قدرت ترد خلال نص ساعة على اي خبر موجود عبر وسائل التواصل الاجتماعي راح تكون النتيجة عكسية عليك مئة بالمئة لان الخبر الغير صحيح هو اللي راح يستمر احنا ما في شك ان احنا نطلب تعاون من جميع المؤسسات الحكومية وتقدرون تسألون الاخوان في البرامج انا قلت لهم تقدرون تبتلون من اليوم وراح يطرح دي السؤال من اول برامج شنو تبقون من الاعلام شنو تبقون من التلفزيون وانتقد وزارة الاعلام احنا في النهاية ترى ما نمثل نفسنا احنا في النهاية نمثل وزارة الكل من حقه ان يتساءل عن جودة الخدمة التي تقدمها اذا كان في تقصير يجب ان نسأل واحنا على الرحب والساعة يعني مستعدين لاي تساءل وتعكدوا ان هذه الموضوع ما اقوله بشكل مثالي بل بالعكس الكل يعرف الفريق اللي يشتغل معي يعرفون بانه لما اسمع شخص ينتقدني اقول له هو قاعد يوجهني ينبهني على موضوع انا اخافل عنه كل اللي انتمنى ان اذا كانت هناك فكرة سلبية موجودة عن التلفزيون موجودة في العقل الباطن خلنا نقول ان شاء الله خلال فترة قصيرة نبتدي نحسنها ان شاء الله بداية احنا شهدنا قناة متخصصة هي قناة الرياضة هل سيكون هناك خطوات قادمة لقناة اخرى متخصصة خاصة ان يعني البحرين اهتماماتها الاقتصادية كبيرة هل ممكن ان نجد قناة اقتصادية الامر الاخر التلفزيون البحريني هو الجهة الوحيدة او هو متفرد مفيش اي منافسة ليه كقنوات اخرى فضائية او قنوات هنا في البحرين كنا عايزين نعرف هل هناك خطة لجذب مزيد من الاعلانات من خلال يعني الطرح الجديد وجذب مزيد من المشاهدين وبالتالي ده هيترجم لإعلانات فكنا عايزين نعرف هل هناك خطة لهذا الامر اخر نقطة هل سنجد على شاشة التلفزيون البحريني وزراء يتحدثون بكل صراحة ويتمون منقشتهم بكل شفافية ويطرح عليهم كل استفسرات المواطنين والاجابة عليها شكرا بابتدي بس بالسؤال الاخير بوضوع الوزراء احنا عندنا برنامج اسم المختصر واردي انتهى تقريبا من تصوير خمس علاقات مع خمس وزراء حاولنا كثر ما نقدر نطرح كل الاسئلة اللي يتوقع الجمهور الاجابة عليها وهذا الموضوع بيتم استمراره بعد ما ننتهي من الوزراء بالروح للمؤسسات الحكومية كل القطاعات يجب ان تعرف عن نفسه والخدمات اللي تقدمه وفي نفس الوقت نطرح عليها التساؤلات اللي الجمهور يبغي الاجابة عليها بالنسبة لموضوع التخصص احنا موجود عندنا قناة رياضية لكن القناة رياضية كثير من الجمهور ما يعرف ان احنا 70% من النقل المباشر اللي موجود في تلفزيون البحرين خلال عام كامل هو موجه للقناة رياضية احنا كتلفزيون رسمي ننقل تقريبا كل اللعبات وعملنا مقارنة مع اخواننا في دول الخليج ما ينقلون ترك كل اللعبات واذا توقفنا عن نقل مباراة ومبارتين يتم لومنا من خلال الصحفيين اللي ما يبغوا نروحون الملعاد يابي يقعد في مكانه ويشوف المباراة الان انا انا اشتق مع الاخوان في اللجنة المنبية ومع الاتحادات ان يا جماعة المباراة المهمة راح ننقلها بنبي نخفض من موضوع النقل على اساس ان احنا نركز على موضوع اهم لذلك احنا ركزنا على موضوع استوديو متخصص في القناة الرياضية اضافة الى انه راح يكون استوديوهات في كل الملاعب للتحليل بالنسبة للاقتصاد كانت ناشرة اقتصادية موجودة في تلفزيون البحرين ما تلبي طموحاتنا البحرين مركز مالي لكن الاعلام ما يعكس ذلك في حين انه في دول وابحة او خلنا نقول سمعتها الاقتصادية او المالية ما لها تاريخ يذكر لكن علاميا يتم مبهار المشاهد بوابع غير صحيح احنا مطلوب مننا كعلامنا نعكس هذا الوابع الان انا على تواصل مع كل الجهات المعنية من ضمنها الـ EDB الاخوان في البورصة وزارة التجارة كل الجهات قاعدين نجتمع معاها على اساس انبث برنامج اقتصادي ناغش كل قضايان الاقتصادية هذا امر مهم الناس الاختصادية راح تشوفونها بشكل جدا مغاير عن الشكل السابق هذه بالنسبة للموضوع الاخير الاعلان انا اعتقد هذه قضية عالمية اكثر منها قضية محلية انت تشتغل في مؤسس اعلامي وتقدر تسأل قسم التسويق عندك شنو الواضح الموضوع ما هو بالساهل اللي الناس تصوره في انخفاض في الاعلان لكن عندنا فريق تسويق قام بزيارات قبل الانطلاقة كانوا موجودين في عدد من الدول التقوا بمجموعة من الشركات راح تشوفون مجموعة من الاعلانات منحاول نجذب فيها اكبر عدد ممكن انتمنى من القطاع الخاص ان يقوم في دوره ويدعم انا اتمنى منكم انتو كعلاميين ان انتو تشجعون القطاع الخاص يقوموا بدوره افضل منتج تلفزيوني انا شفته شخصيا على احدى القنوات الرسمية طالع من قطاع خاص مو من التلفزيون دعم مئة بالمئة شركات اتصالات تدعم شركات او بنوك تدعم التلفزيون الرسمي ويطلع بروديكت الكل يسالف فيه لمدة سنة فهذه دورنا احنا ان نتواصل مع القطاع الخاص واتمنى ان القطاع الخاص يقوموا بدوره واحنا على تم الاستعداد للتعاون معهم في سبيل تحقيق الهدف المنشود تفضل اغنيك على هذا العمل العظيم يعني بقد شيء يرفع الرأس شكرا جزيلا انا في البحرين امسك الريموت كنترول وابحث عن محطة غير محطة البحرين كيف المواطن او المقيم مواطن الاجنابي او الانسان الاجنابي او المقيم كيف ساجعله يبحث عن محطة البحرين وليس محطة بلده كما يحصل هنا هل تلفزيون البحرين يعني عنده مقدرة ان يغطي الاحداث العالمية او يعايش الاحداث بالقدر الذي نراه في محطات الكبيرة اللي احنا بنتوجه اليها دايما هل ده في زنوك وبعدين الى اي متى سيظل تلفزيون البحرين تلفزيون محلي الى اي متى هل عندك استراتيجية هل في خطة او هل في خطة انه يفضل يكون عالمي او خليقي بس او عربي بس شكرا ساعتك شكرا جزيلا اول شي موضوع المنافسة العالمية ما في اليوم قناة رسمية حكومية اصبحت قناة عالمية هالواقع يقول شديد اليوم القيمة السوقية لأحدى القنوات العربية 1.5 بليون دولار صناعة ثقيلة جدا احنا نتحدث بواقع لكن ان هل انا اصل العالمية صوت البحريني يجب ان يصل الجميع لذلك تم تسمية القناة الاجنبية ببحرين انترنشنل رح يقدمها مجموعة من الشباب البحريني وراح ندخل عليهم مجموعة من المقيمين الاجانب المقيمين في البحرين يوصل صوت البحرين من خلال هذا القناة تقنيا نعم احنا الان تقدر تلتقط البحرين في كل مكان في العالم من خلال الابليكيشن الموجود في التليفون تقدر تشوفه ما راح اكون ما اجاوب جواب دبلوماسي واقولك ان احنا راح ندخل منافزة العالمية بالعكس امر مش مستحيل لكن ما اعتقد ان امر مجدي احنا لدينا هوية راح نركز على المحلية صوت البحرين راح يصل للخارج من خلال بعض الاليات اللي احنا راح نستخدمها من ضمنها البحرين انترنشنل ان شاء الله تفضلي سعد الوزير حبا شكرك على اتاحة الفرصة لنا اليوم تفضلي عندي سؤال نسبة المشاهدة هل سيتم قياس الريتنج الخاص بالبرامج اللي راح تعرض على اساس بعدين تليفزيون البحرين لو شاف انها غير مناسبة وممكن يعيد حساباتها ويغير في الاستراتيجية السؤال الثاني من سيستلم رئاسة المركز الوطني للاتصالات واعلنتم عن تسكين 648 موظف هل معنى هذا ان مشكلة الموظفين اللي مراد تسكينهم انتهت ام هناك ارقام اخرى طبعا بالنسبة حق احصائيات على المشاهدين اللي انتوا تشوفونها وتعلن عنها في الصحافة العربية انا اعتقد نسبة منها علميا غير صحيحة بالسبب في اوروبا وامريكا العملية جدا سهلة نظام الكابل فيعرف انه فيها البيت قاعد يشوفها البرنامج ويستخدمها القناة في الدول العربية لالحين احنا نستخدم الدش فالحل الوحيد ان انت تحتسب عدد مشاهدين ببرنامج ان انت تكلف شركة والشركة هذي تروح توجه الى 500 بيت مثلا وتعطيك احصائية هل ذي الرقم صحيح قد يصارف النفذي اليوم شوفوا ذي البرنامج علميا انا ما اشوفها صحيحة احيانا اليوم الاخوان الغايمين على الاعلام الرقمي او الاعلام الالكتروني راح تتحملون هالمسئولية اي برنامج راح يطلع على التلفزيون راح يكون موجود على اليوتيوب على السوشيال احنا راح ممكن نحسب عدد الفيوورز ممكن نعرف والله فيه اقبال على هالبرنامج عندنا شباب بحرينيين عندهم بعض الافلام شوفوها اكثر من مليون شخص من حقه يقول ان انا عندي فولوورز مليون لانه عنده رقم صحيح بس احنا كتلفزيون ما نقدر نحدد في وقت الحال الى من خلال السوشيال مليون بالنسبة حق الرئيس التنفيذي هناك عدد من الترشيحات مرفوعة لاستلام منصب الرئيس التنفيذي وانا اعتقد بان موضوع الرئيس التنفيذي ان شاء الله راح يطلع في وقته بعد صدور المرسوم بشهار المركز الوطني بالنسبة حق الموظفين المواقتين هذه قضية طويلة وضعنا لها حد حددنا معايير بالتعاون مع الاخوة في ديوان الخدم المدني ولهم مني جزيل الشكر لما قلت انا الهيكل التنظيمي قبل عشرين سنة لانه صار فيه تغيير الهيكل الحين معتمد لكن لم يتم تسكينه موظفين الان سكننا 648 تقريبا اكثر من 90% البقية اللي ما تم تسكينهم هو لعدم توافق التخصص ماله مع العمل اللي يقوم فيه هو قبل بوظيفة معينة في فترة معينة تحفظ ظرف معين لكن اليوم ديوان خدمة مدنية عنده بعض الاشتراطات يجب الالتزام فيها اللي انا اكد عليه بانه لا يمكن اننا احنا ننهي عقد او انه موظف يخسر وظيفته هذه امر ما راح يتم وهناك توجيه واضح من القيادة السياسية بان المواطن البحريني اولوية في هذا الموضوع ولا يمكن ان احنا نتنازل عنه وانه يخسر وظيفته فانا اعكد بان جميع الموجودين مجرد هي اجراءات ادارية راح ينجد لها كل الحلوة اذا ممكن بس اخر سؤال انا على اساس ما نطول عليكم تفضل يعطيك العافية سعادة المزير صادق حلواشي من صحيفة الوسط عطفا على الكلام اللي تفضله في الزملاء فيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص تحديدا هل هناك نية او خطة معينة معرفة ايش اقدر اسميها فيما يتعلق بالاستعانة او شراء بعض المرامج التي يعدها القطاع الخاص من باب اختصار الوقت والجهد وايضا قد يكون ايضا من الموازنات التي تصرفها الوزارة فيما يتعلق بالبرامج شكرا جزيلا انا اعتقد سؤال جدا مناسب على اساس انا انهي في هذا اللقاء بديت بان احنا اعتمدنا على الشباب البحريني في اول لقاء طلعت يوتيوب مع مجموعة من الطلبة كانوا في البحرين ولندن ودبي وقالوا لي انتوا دائما تقولون اننا احنا نعتمد على الشباب البحريني بس ما نشوفها شيء صحيح احنا تعاوننا مع 15 شركة انتاج بحرينية بعضهم ترى قدم لنا شيء جدا بسيط كان بامكاننا اننا احنا بعد يعني نسوي عندنا في التلفزيون ولكن دعم من للشباب البحريني والشركات الانتاج الخاصة انها تنهب وهذه دورنا الوطني اللي يجب ان احنا نقوم فيه وتكلفة جدا بسيطة شجعنا بعض الشركات انه يشتغلون وهو مجموعة شباب صغار في السن وعدادهم قليلة لكن كان واجبنا الوطني انحنا ندعمهم بنستمر في دعم شركات الانتاج الخاصة وبنستمر في التعاون معاهم ولكن مثل ما قلت بان القطاع الخاص بشكل عام يجب ان يقوموا بدوره الوطني في دعم الالام احنا اليوم مثل ما ذكرت في بداية حديثي او الكلمة اللي لقيت اليوم امام سمو رئيس الوزراء نعي حجم المسئولية الملقاة على تقنى لذلك اليوم المسئولية صارت اكبر وانتمنى ان شاء الله ان نحقق شيء ولو بسيط من تطلعات المواطن البحريني حق تلفزيون الرسمي انا شكر لكم الحضور اتمنى اني جوابت على كل الاسئلة وان شاء الله نشوفكم في لقاعات اخرى شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة